الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين أولا نحمد الله عز وجل على أن هيأ لنا هذا اللقاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله فنشكر إخواننا على هذه الاستضافة ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها خالصة لوجهه الكريم شيخ خادم جزاوه الله خير أدى مقدمة جيدة وهي تكفي لكن بعض الإشارات وأنطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الذل والصغار على من خالف أمري وجعل رزقي تحت ظل رمحي هذا الحديث العظيم يبين ما هي دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين ودعوة السلف التي هي امتداد لدعوة الأنبياء والمرسلين وهي أن الغاية هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق جميع ما في الكون الشجر دا خلقوا الله والواطدي خلقوا الله وجميع ما نرى الآن على الأقل لو لم يكن في الكون إلا هذه المخلوقات لكفى بها دليلا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه جل وعلا للعبادة فكيف وقد خلق الله من أمثال هذه ما لا نعلم ولا نحصي فكيف بما خلق الله في الجنة وما خلق الله في النار وما خلق الله من السماوات والأرض وما خلق الله مما لا يعلمه إلاه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل وبيّن إحاطته وعلمه فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة العلماء قالوا ما تسقط من ورقة يعني ورقة من فوق لما انتهي من فوق واقع لغاية الواطة ربنا سبحانه وتعالى بعرفة إن قلبت كم قلبة لكل ربنا سبحانه وتعالى يحصيها ويعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى الإسلام الذي جابه النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجاة ومعلوم سنة الله الكونية إن ما جعل أهل خير إلا وجعل شنو يا أخوانا أهل شر وما جعل أنبياء ومرسلين إلا وجعل لهم أعداء كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وأنحنا مشكلتنا الآن في السودان أول مشكلة وهي مشكلة الأنبياء مشكلة الشرك بالله في كل مستوياته الآن ده كتاب اشتريناه مبارح من الدار السوداني للكتب اسم جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني رضي الله عنه وهذه هي الفاتورة بتاعته من الدار السوداني للكتب ومن المكتب العصرية وعنده رقم إداع وترقيم دولي هذا الكتاب يحتوي على كلام كفر بالله سبحانه وتعالى في أوضح ما يمكن أن يكون عقيدة بالنسبة للمسلم صفحة 188 الصوفية عندهم إن الولي باختصار لعقيدة الصوفية إن الولي بيعبد الله إلى أن يصل إلى مقام الخالق وزاته يبقى الله والعياذ بالله والكلام ده كانت بنهم هنا في الصفحة 188 من كتاب جواهر المعاني الفصل الثالث قال في الإشارات العلوية إلى آخر بيتكلم عن إنه الأولية بيعبدوا الله لغاية ما يحصلوا مقام إنه بتسقط عنهم العبادات وهم بيبقوا رب العزة والجلل وبعد ذلك بيقوموا كلام بيقولوا كلام الصوفية بسموه علم الحقيقة وهو علم الكفر يسموه برضو علم الباطن وده كله باطل وضلال فبقولك أنت بتعبو ظل لغاية ما تحصل مقام الخالق كما كما جاء ذلك أيضا في السودان هنا عندنا محمود محمد طاه الجمهور المعروف هو عبارة عن يعني أخذ كلام للصوفية ونسبه لنفسه ولذلك حوكم وقتل عدلا بسيف الحق طيب هنا جاب كلام مجموعة له ناس كبار في الصوفية حتى ناس قدام ذاته وقال الكلام ده كله ده ما يسمى كفر وإنما ده يسمى شطح إنهم خشوا في حالة من الحالات بتخلهم يقولوا أي حاجة وهم معزورين وده باطل يا أخوان نقرى الكلام القاله الصفحة 188 قال فاعلم أن الشطحات التي صدرت من أكابر العارفين ما يوهم أو يقتضي أن لهم شفوفا وعلوا على مراتب النبيين والمرسلين مثل قول أبي يزيد البستامي خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله قال نحن خضنا بحر الأنبياء ذاته مشنو ويكفوا بساحله يعني ما أخشوا جوا يعني نحن وخشينا بحر الأنبياء ذاته ويكفوا في القيف شوف الكلام ده كفر كيف قال ومثل قول الشيخ عبدالقادر الجيلاني معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه يعني أنتم لغبكم أنبياء لكن نحن العندنا ذا أعظم من شنو شغل الأنبياء ومثل قول ابن الفارض رضي الله عنه شو ما أنه جاء بكلامه قال شنو رضي الله عنه دا علي حرازم علي حرازم ابن العربي براد ولا برداد ما بعرف المغرب الفاسي رحمه الله قال ودونك بحرا خطه وقف الأولى بساحله صونا لموضع حرمتي وكقوله وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنا شاهد بأبوتي قال أنا وإن كنت في الظاهر أنا صورتي بني آدم لا أنا في الباطن قال أنا رب العالمين وقوله وفي المهد حزبي الأنبياء وفي عناصر لوح المحفوظ والفتح صورتي وكقول أيضا فحي على جمع القديم الذي به وجدت كهول الحي الحي أطفال صبوتي ومن فضل ما أسأت شرب معاصري ومن كان قبلي فالفضائل فضلتي وكقوله في الكافية كل من حماك يهواك لكن أنا وحدي بكل من في حماك وكقول بعض العارفين نهاية أقدام النبيين بداية أقدام الأولياء يعني آخر حاجة حصلوا له الأنبياء دي دي بداية ليشنو؟ للأنبياء قالوا الجواب عن هذه الشطحات داريني أصلوا له والكلام دي أخواننا الآن بيقى منتشر محمد منتصر لزيري المجرم الدجال الآن بيقى شغال في الإزعاد بيأصل للكفر ده بيقول ده شطح بيقوشنو قال أن للعارف وقتاً يطرع عليه الفناء والاستغراق حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده ويخرج عن جميع مداركه ووجوده لكن تارة يكون ذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى فيتدلى له من قدوس اللاهوت من بعض أسراره فيضاء يقتضي منه أنه يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها واستهلاكه فيها ويصرح في هذا الميدان بقولي سبحاني لا إله إلا أنا وحدي يعني قال الشيخ لغاية ما يقول شنو هذا الكلام والكلام ده أخوانا باطل إنه الزول بيستغرق ويفنى قال قال بيستغرق في ذكر الله وفي العبادة لغاية ما يحصل مرحلة شنو مرحلة الفناء الكلام ده باطل أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من ذكر الله عليه الصلاة والسلام وذكر الله ذكرا كثيرا صحابة قالوا كنا نحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد سبعين مرة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كما قالت عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه فنقول لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكور فهذا الكلام يا أخوانا هو من أسوأ الكلام قال ومن هذا الميدان ميدان الكفر يعني قال أبي يزيد البصطامي سبحاني ما أعظم شاني شو أزول ذا كيف كلام غريب قال وقول الحلاج أنا الحق وما في الجبة إلا الله وده سبحان الله ما اعترفوا به الكلام ده جابه ابن كثير عن الحلاج والحلاج ده صوفي بيقول بالعقيدة دي قبضوه مرة وقد أرسل رسالة إلى أحد تلامذته كاتف فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان للتلميز الحوار بتاعه ده لما فتشوا التلميز فتشوا المخلايا بتاعته لقوا فوق الورقة دي قال له دي شنو ده قال دي رسالة ليه الحلاج قبضوا الحلاج قال له يا حلاج ده هنا كاتب من الله العزيز الحكيم أنت الله قال هذا عين الجمع عند القوم يعني أنا الله وهنا برضو قال ليك قال 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 لكن تارة يكون ذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى فيتدلع له من قدوس اللاهوت من بعض أسراره فيضا يعني حصل اللاهوت والكلام بتاع النصارى الكفار في زعمه هو فقال قال يعني أن إحنا عبدنا الله لغاية ما سقطت عننا التكاليف وبقينا نحن الخالق وليقوا بن كريش قالوا له دي شنو لقوا دي كديسة قال له دي شنو قال ما في الجبة إلا الله فالكلام ده كله يا أخوانا من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى الذي يؤصل له محمد المنتصر الإزيري في القنوات وفي الإزاعات وفي غيرها من الأمور وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء والواجب يا أخوانا على الدعاة أنه يبين الباطل ده للناس ولابد مع بيانة الحق والتوحيد وأنه ربنا خالق ورازق وأنه ربنا يستحق للعبادة كذلك لا بد من هدم الباطل ليه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله زول يقول لك أيها نعبد الله براه وكذا لكن يقول لك الأولية ديل نحن بنتقرب بهم فلو ما هذا امتليه وأن يعتقد أن عبادة باطلة هذا ما يصح إيمان ولا يصح له توحيد هنا برضو في الصفحة 515 وده معه كتاب رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم يعني النظام بدافع عن الطريقة بتاعت شيخه التجاني قال الطريقة بتاعته دي البداوم عليها والبيكون فيها قال حيكون عنده أشياء وحيكون عنده يعني مقامات وفضائل عظيمة جدا قال فضل المتعلقين به رضي الله تعالى عنه بتكلم عن التجان قال الأولى أن جده صلى الله عليه وسلم ضمن لهم أن يموتوا على الإيمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأول حاجة قال الرسول جده وطبعا يا أخواننا في السودان هنا إنت لو دار تغش الناس تقول للناس أن الرسول جده كأنه أبو الله ابدا ما عنده أي تيراب بس الناس كل سنو يقول لك الرسول جده الرسول جده وكلهم كضابين يا أخ لو بقيت انت ذات الرسول صلى الله عليه وسلم جدك أو النبي عليه الصلاة والسلام أبوك إذا عملك سيء ما يغني عنك شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شيء تلاغني عنك من الله شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به شنو نسبو لكن ده كلام غريب ومنه انه يخفف عنهم سكرات الموت وانهم لا يرون في قبورهم الا ما يسرهم وكلام كتير جدا يعني انت بس تبقى تجاني وما تعمل اعمال صالحة ذاته وانه الله يظلهم في ظل عرشه ويكونوا ذاته مستقرين في الجنة قال في علين من جنة الفردوس الكلام ده الصفحة خمسمية وخمستاشر الى ان قال ان ابو اخذ وروده كانوا مفروض يكتب اوراده وازواجه وذريته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب مع ان احدا منهم لم يكن له تعلق له بوجه من الوجوه التعلقات وانما نالوا هذا الفضل العظيم والخير الجسيم بسبب هذا الاخذ المتمسك باذكاره اللهج بها قال رضي الله عنه الى اخر مقال يعني في في تاصيل الكلامنا كذبوا كده قال يعني انت لو اخذت الطريقة براك بس اهلك امرتك واولادك واكده وزنجيرانه برضو كلكم جنون بتكونوا قال يعني بتدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب وده باطل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه الناس اللي بيخشوا الجنة من غير حساب والعذاب دي المناء اخواننا مالذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وده المتوكلين بيو ده اول سبب يمرقهم ذاته من السبعين الف او يمرقهم من الاسلام ذاته اذا ما تابوا رجعهم قال السادسة عشر فضيلة الستاشر انهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم منه التجانية تبقى تجانين تجنو تهميذ للرسول قام زادة كمان نمره سبعتاشر ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم اصحابا له صلى الله عليه وسلم قال الرسول سماهم لي صحابة ده لي يجيب لك دليل قال رضي الله عنه قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لا في طبعا البخاري ولا مسلم بس طوالي سيد الوجود ولقى النبي صلى الله عليه وسلم وين كذاب مجرم قال انت من الامنين وكل من احبك من الامنين انت حبيبي وكل من احبك حبيبي وفقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي واصحابي وكل من اخذ وردك فهو محرر من النار عرفتا قال كل من اخذ وردك فهو محرر من النار وده أخواننا الكلام ده جابوا من وين ما عندوا عليه وإي دليل قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ما بجوز للإنسان أنه أخواننا يكذب بهذه الطريقة وكلام كثير جدا وكذب يعني كلام يعني ما يرضاه لا يرضاه الشارع الحكيم ولذلك أخواننا الواجب على أهل التوحيد أن يحاربوا هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى وإذا ما الدعوة ما حاربت وما بدأت بالتوحيد هذه دعوة باطلة وإن تسمت جماعة الحق أو حزب الله أو حزب الغران أو يسمى أنصر سن أو يسمى غيره ما دعيت للتوحيد أنت تكون شنا أخواننا أنت تكون منحرف ومنهجك منحرف ده شغل الأنبياء ربنا قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَيَجْتَنِبُوا الْطَاوْرِ وَالْجَمَعَاتَ التَّانِيَ اللَّخْبَتَةَ الْأَنَا الْجَادِيَ كلها ضلت بيسبب شنوه أخواننا بيسبب شنوه بسبب عدم تمسك بمنهج الرسل والأنبياء والسلف وأول شنوه التوحيد جماعة الإخوان المسلمين الواحدين تابعين لي حسن البنة حسن البنة صوفي كان بيأخذ الأزكار ويطوف بالقبور ويتمسح بالطريقة الحصافية ويمشي الحضرات والمولد وكان بيقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر فسامح الكل فيما قد نضى وجرى وده باطل وكفر لأنه ربنا قال وَمَنْ يَغْفِرُوا الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ مَا بِغْفِرُوا الزُّنُوبِ إِلَّا اللَّهِ وغير من الكلام الباطل وقال للأخوان المسلمين دعوتكم صوفية وقال دعاء الله إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد الصالحين قال فهذه مسألة خلافية وده بيجعل الشرك بالله سبحانه وتعالى مسألة خلافية وده كل باطل وتاصل للباطل أما صيد قطب فدزل عنده كتب بعضها جبناه أنا ما أعرف مجتبجة ولا ما جب هدلة ده كتاب كتاب العدالة الاجتماعية بقيت الكتب هنا أيوة كتاب العدالة الاجتماعية وده كتاب معالم في الطريق الكتب دي خاصة الكتاب ده ده منه مرقة داعش وغير من الجماعات حتى حتى ربيع ذاته الأخوان المسلمين المنحرفين ازايه زي ناس القراضاوي وغيره في الكتاب ده هنا بيكفر المجتمعات كلها هنا كلهم كفر هنا بيشتم الأنبياء هنا سيد قطب بيشتم الأنبياء صفحة متين من الكتاب ده وفي طبعات في صفحات تانية من هذا الكتاب قال لنأخذ موسى ولا قال عليه السلام ولا أي حاجة ما في احترام للأنبياء ده سيد قطب وده قال بيكفر المجتمعات ويدعو إلى الحكم بما أنزل الله كذاب هو قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج والكلمة دي كرر أكثر من سبعة مرات هنا في الكتاب ده ده كتاب التصوير الفني يطلب من الدار السوداني للكتب وطبعاته دار الشروق وعنده رقم إيداع هده لقاعد وتلفونات وجميع حقوق الطبع محفوظة وطبعات كل مرة واحدة ده بيسير للأنبياء وده كفر بالله يقول موسى عصى بالمزاج وموسى ما عنده صبر وكلام ذاته ما يلق وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والنبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وربنا قال واصبر كما صبر أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومن أولو العزم منه موسى عليه السلام فده الناس مجرمين ومضلين هنا في الكتاب ده بيشتم الصحابة بيشتم عثمان بن عفان هنا عرفتها وقال إنه صفحة مية وستين مية واحد وستين قال الناس القتل عثمان رضي الله عنه الخوارج اللي قال عنه من النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج كلاب النار قال ديل ثورة من روح الإسلام هذا الرجل الذي يدعى بصيد قطب ولذلك هذا الرجل منحرف ما عنده أي علاقة بالدعوة إلى الإسلام الصحيح وده منه خرجت الجماعات التكفيرية زي ما أقرأي لك بعض كلامه في آخر صفحة من الكتاب وكلهم ما يقدروا يدافع عن الكتاب إلا يقولوا ليه وكذا وبتاع وكلامكم شديد وحار وفي النهاية نحن بنقول الحق ربنا قال لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هنا قال أخيرا ثارت الثائرة على عثمان شوف الزلد مجرم وكذاب كيف قال واختلط فيها الحق بالباطل والله ما في أي حق اختلط في الناس الكتل عثمان رضي الله عنه قال والخير بالشر ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة بجي بريك لا هسي في عمومها كانت فورة من روح الإسلام قال الناس الكتل عثمان يقولهم ده قال من روح الإسلام وسبحان الله يا أخواننا يعني الناس اللي يكتل عثمان بن عفان ديل الخوارج ناس عبد الله بن سبا اليهودي وغير من المجرمين رفتها وكنانا ابن بشر التجيبي وغير من المجرمين اللي جوه لي عثمان بن عفان وقاموا جابوا لستة فيها سبعتاشر كذبة على عثمان قالوا عثمان ده عمل وعمل 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 عثمان رضي الله عنه قام جابهم قالوا مما كده ده باطل كده باطل انتهيتوا قالوا انتهينا توبوا قالوا توبنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهو أبوه منه الصحابي الجليل قالوا النازل لازم يكتلوهم نازل مجرمين ودعاة شر فعثمان رضي الله عنه كان رحيما بالأمة قال لما يكتلوا سألوني عن حاجة وانا جاوبته لما الصحابة مشوا موسم الحج جون نازل زوروا كتب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا بقية الخوارج المعام وحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وغالب الصحابة كانوا في الحج كل الصحابة أو غالبهم كانوا في الحج إلا بعض الصحابة فحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه يعني حاصروه فلما اشتد الحصار عثمان رضي الله عنه قام يعني خرج من البيت وقال لهم أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله هذه الرواية في الصحيحين قال ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله يعني أستحلفكم بأله أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة فحفرتها فله الجنة فحفرتها قالوا نعم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته قالوا نعم بعد ذاك عثمان رضي الله عنه رجع فأرسل علي رضي الله عنه الحسن والحسين وجاء أبو هريرة وغير من الصحابة حتى يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه فعثمان رضي الله عنه كان بيشوف أنه دم الأمة أغلى منه دم الأمة وما في زول في زمن عثمان رضي الله عنه أفضل منه على وجه الأرض في ذلك الزمن لأنه أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبله رضي الله عنه فعثمان رضي الله عنه قال لهم أنا مش الأمير وعليكم علي طاعة قالوا له نعم قال لهم ارجعوا وقال لهم الناس اللي كانوا معاه الموالين بتعنه قال لهم من أغمد سيفه فهو حر فأي زول أغمد سيفه وخرجوا ورأى رؤية عثمان رضي الله عنه من الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفطر عندنا من الغد فأصبح صائما ونشر المصحف فجعل يقرأ القرآن فدخل عليه أحد الخوارج وتسور المنزل تل بفوق ولقى امرأة عثمان رضي الله عنهما وهي زوجه نائلة فقام ضربه وقال له عثمان ما لك قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأدخلك النار ثم جاء على عثمان فطعنه تسعة طعنات عثمان رضي الله عنه فسقط الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العالم دالي جي امدحهم سيد قطب يقول الناس دال من روح الإسلام وإن الناس الجو كتلوا عثمان من عفان كان فيها خير وشر وكان فيها حق وباطل والله كذاب هذا الرجل كذاب وشوف هو ليه داري مدح السورة دي عشان تاني سورة مصر ليبيا الجزائر كل من كتابات هذا الرجل من آثاره السيئة هنا آخر صفحة في الكتاب من هذه الطبعة قال وحركات البعث الإسلام اليوم في مفترق طرق قال ونقطة ده كتاب العدالة الاجتماعية آخر صفحة 126 قال ونقطة البدء الصحيح في الطريقة الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف ده هو أن تكفير للناس ولا ما تكفير من هنا خرجت داعش جبهة النصرة تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي تفجيرات المسلمين في ديارهم إباحة قتل النساء والذرية إلى آخر قال وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به وأن تعلم أنها تستهدف إعادة إنشاء الإسلام من جديد أو بتعبير أدق رده مرة أخرى إلى حالة الوجود بعد أن توقف هذا الوجود فترة بكلام واضح يا أخواننا ويعني إحنا الحلقة كانت حلقة يعني نظر الله أنه يبارك فيها وهي حقائق للناس ولا ننسى أخيرا أنه نشكر أخواننا أنه هايوا لينا هذا اللقاء في هذا المقام الطيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى دعوة توحيد وإنه تبقى هذه المنطقة هي منارة لسينجا وسنار وغير من المناطق إنه تدعوهم إلى التوحيد وتبين لهم إزاكم الله خير والسلام عليكم وبرك الله فيك وإزاكم الله خير كما ذكرت أنا في بداية الحديث يعني منطقتنا هذه منطلقة دعوة من السبعينات للغرى والمدن التي حولنا وما زلنا إن شاء الله نوجه لكم أن نتكرر الزيارة علينا مرة والتلك إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسعادة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزناغلات شكرا